طيب الشارع علي عفيفي الحقيقة من متابعي البرنامج وطلب انه يشارك في هذا الحوار لسبب او لاخر مش عارفه استاذ علي حضرتك يا ريت تقولي مدخلتك كده في عجالة بقى في عجالة ما اقول المهدي مسحب بقى اغنيره اعمل له ايه طب اتفضل طالع بيقول على نفسه انه المهدي المنتظر طالع بيعمل شو في برامج التكشو ويدنا بيشوهو واسلمنا بقى في خطر افراحوا يا بشر ميزو خلال الظهر طالع بيقول على نفسه انه المهدي المنتظر ميزو بيتمزخر ما ترد عليه ازهر بمريد وبيهزر وبعت قطر افراحوا يا بشر بسأل عليك يا مسلمين انتو فين صدكو فين عنوانكو فين عشان تردوا على المجانين اللي بيشويهو الدين وانتو عارفين المخطط جاي منين من اللي قاعدين على البسين والفرج عجباهم على ميزو وانطنشين وفراحوا يا بشر ألف شكرا ما يدي من عجائب الزمن والخضر يا أستاذ للاستاذ علي عفيفي وانا محتار الحقيقة بصراحة يعني لانه واضح طبعا ان الراجل بيقول فكرة يعني غير قابلة للتصديق لو فتحت التليفونات ما عندكوش فكرة قد ايه الهجوم الشديد على افكاره بس انا نفس اسأل علي عفيفي بس يجاوب علي مرة تانية مش دلوقتي هما مين اللي قاعدين على البسين دولو بتتفرجوا لاني ده في ناس كتير قوي بتقعد على البسين يعني انا معرفش يعني نظرية البسين دي جديدة علي شوية أكيد هيقلها لي في مناسبة أخرى شكرا شكرا